السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير لكم جميعا رح نعمل جولة على أهم المعلومات ورح نبدأ الآن بوضع الاقتصاد الألماني حسب المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا فإن الاقتصاد الألماني في الربع الأخير من عام 2022 تراجع بنسبة 0.4% أي الناتج المحلي الكلي البيب تراجع بنسبة 0.4% ولكن كان من المتوقع حسب رأي الخبراء أن يتراجع فقط بنسبة 0.2% ولكنه تراجع بنسبة أكبر فما السبب الرئيسي في ذلك؟ السبب الرئيسي الآن يعود إلى تراجع الرغبة بالشراء والإنفاق لدى الناس هذا هو السبب الذي يتم ذكره ومع ارتفاع الأسعار والتضخم الحاصل الآن تراجعت أيضا رغبة الناس بالإنفاق والشراء الأشياء ربما الناس بدأت تنتبه إلى مصروفها تنتبه إلى صرف الأموال وربما يتم الآن صرفها بتأني أكبر فبالتالي تراجع الاستهلاك أدى أيضا إلى تراجع النمو في الاقتصاد الألماني ولكن بنفس الوقت هناك تفاؤل كبير من قبل الحكومة الألمانية أن هذا الوضع بدأ يتغير وأن الكوفلاوني يعني أيضا الرغبة بالتسوق والشراء بدأت تتحسن الآن لدى الناس وأنه من المتوقع أن يعود الاقتصاد الألماني إلى النمو وإن كان بنسبة بسيطة 0.2% ومع ذلك طبعا في ظل الأوضاع الحالية اللي عم نشوفها بالتأكيد يعني الناس عم تنتبه لمصروفها فهذا أثر حتى على الاقتصاد الألماني إذن أيضا الاستهلاك الشخصي للناس والتسوق أدى أيضا إلى الآن تراجع الاقتصاد الألماني ننتقل الآن للموضوع التالي في ظل الإضرابات اللي عم نشهدها في القطاع العام في معظم المناطق في ألمانيا الآن هام جدا لكل الأحباء اللي بتعبونا من مقاطعة نورد غاين فيست فعلا من المتوقع يوم الأسنين الآن دعيت نقابة العمال فيادي مرة أخرى العمال في المدن الرئيسية التالية في مقاطعة نورد غاين فيست فعلا كولن بون ليفاكوزن هاي المنطقة رح يصير فيها ضرابات واسعة يوم الأسنين رح تبدأ الأحد ليلا ستتأثر بشكل رئيسي مطارات كولن بون ومطار ديسلتوف هذه المرة وأيضا ستتأثر الإدارات في هذه المناطق والمدن الإدارات الرسمية للدولة المشافي التابعة للدولة رياض الأطفال الكيتاس التابعة للدولة طبعا حسب مدى استجابة العاملين لدى القطاع العام فهذا سيؤدي إلى حدوث إضرابات الشيء الهام جدا أيضا من المتوقع أن يؤثر ذلك على حركة المواصلات فكل الناس يوم الأسنين في هذه المناطق الحباء اللي بتابعونا لازم تعرفوا طبعا المدن الكبيرة كلنا نعاش فيها فترة طويلة وفي بون أيضا ستأثر حركة المواصلات أيضا العامة يوم الأسنين بسبب الدعوة لهذا الأضراب طبعا نحن شفنا قبل عدة أيام أيضا حدث أضراب كبير في عدة مطارات ألمانية الرئيسية يعني فرانكفورت منتين فالآن عم نشوف الإضراب مستمر والسبب الرئيسي لا يزال أن نقابة العمال عبدالطالب برفع جور العاملين بمقدار 10.5% وعلى الأقل 500 يورو بالشهر طبعا إلى أين وصلت المفاوضات الآن؟ الآن أرباب العمل هي طبعا جهة الرسمية الحكومة الدولة فقدموا عرض ولكن تم رفضه العرض الذي قدموه هو أن يتم رفع نسبة الرواتب لدى العاملين لدى القطاع العام بمقدار 5% وأن يتم منحهم مرة واحدة مبلغ 2500 يورو وهذا العرض تم رفضه من قبل نقابة العمال باديبل ومسلين عنهم وبالتالي الأضرابات مستمرة في القطاع العام حتى يتم الاتفاق على نسبة رفع الأجور لدى العاملين في القطاع العام نتقل الآن للموضوع التالي الجمعية العامة لأمم المتحدة اجتمعت لاتخاذ قرار فيما يتعلق بالحرب الروسية على أوكرانيا وتوجهت وزيرة الخارجية الألمانية السيدة أنا لينا بابوك أيضا إلى هذا الاجتماع الهام وألقت كلمة أيضا في الأمم المتحدة وفي ختام ذلك تم التصويت على هذا الموضوع تصويت يدعو إلى انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا صوت لصالح هذا القرار من بين 193 دولة و141 دولة لصالح القرار أما الدول الأخرى فإما عارضت أو أنها امتنعت عن التصويت التصويت جاء على الشكل التالي من الدول التي صوتت لصالح روسيا هي بيلاروسيا، نوت كوريا، كوريا الشمالية، أغيتريا، أريتريا، مالي، نيكاراجوا، وسوريا من الدول التي امتنعت عن التصويت هي الصين والهند رغم أنه يتم اعتبارهم أيضا بشكل أو بآخر حلفاء أو داعمين لروسيا أو لديهم علاقات جيدة مع روسيا مع ذلك امتنعت دولتين يعني عبيت عبيتبرون للغرب دولتين هامتين عن التصويت في إشارة إلى أنهم أيضا غير راضين عن آآ خلينا نقول الحرب الروسية على أوكرانيا وهو ما اعتبره الغرب الآن أيضا أن يعني أن الصين تحديدا يعني ليست آآ يعني راضية تماما عن هذا الوضع الصين أيضا طبعا طلبتها وزير الخارجي الألماني بوضع خطة للسلام فأي حرب تنتهي في النهاية بمفاوضات ويتم الآن محاولة الدفع باتجاه المفاوضات لوقف هذه الحرب المجنونة التي أثرت حسب وزير الخارجية الألمانية على جميع الدول العالم يعني بشكل أو بآخر وبالتالي الآن علما أنه الشيء المهم يعني أيضا الذي ذكرته وزير الخارجية أن هذا التصويت زوء أهمية علما أنه غير ملزم غير صادر عن مجلس الأمن هو غير ملزم ولكنه يوضح أيضا أن معظم دول العالم يعني ترغب بأن تتوقف هذه الحرب ننتقل الآن إلى الموضوع التالي ألهام في الفترة الماضية شهدنا عدة دعوات مرة أخرى متعلقة إما بموضوع التجنيد الإجباري في ألمانيا أو الخدمة عامة في ألمانيا بدأها الرئيس الألماني فرانك فالتاشتاينماي عن حزب الاس بي دي قبل فترة وتبعها بعدها وزير الدفاع الألماني الجديد السيد بوغز بيستوغيوس الذي عبر عن أنه كان من الخطأ إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية قبل 11 عاما وعاد الموضوع هو أنه مع يعني إعادة فرض مثلا خدمة عامة إلزامية ليشعر جيل الشباب بشكل خاص مرة أخرى بأهمية واحترام عمل العديد من الجهات في الدولة مثل الإسعاف الأطفائية الشرطة في المشافي أن يتم يعني عودة عمل الشباب في هذه الجهات لفترة محددة مرة أخرى ليعرفوا أهميتها وعدم القيام يعني بأعمال كما شاهدناها مثل ليلة رأس السنة واحترام أيضا بنفس الوقت عمل هذه الجهات وأهميتها في الدولة الآن المستشار الألماني أولاف شولز عارض حتى وزير دفاعه وحسم الجدل وقال أنه يعني ضد عودة فرض التجنيد الإجباري حاليا هذا الموضوع غير مطروح على طاولة السياسة حاليا حسب وجهة نظره وبالتالي فهو يعارض رأي وزير دفاعه الجديد الذي تم تنصيبه قبل فترة في هذا المنصب ورأيه بذلك أن الغاء التجنيد الإجباري قبل 11 عاما أدى إلى تحول الجيش الألماني إلى جيش احترافي وهو الآن يعني جيش احترافي ولا حاليا يعني غير لا توجد هناك خطط لإعادة فرض التجنيد الإجباري وبالتالي أعلى سلطة تنفيذية في ألماني رئيس الحكومة الآن بشكل واضح وصريح أعلن أنه ضد عودة فرض التجنيد الإجباري وزير دفاع الألماني طبعا أثار جدل قبل فترة حول هذا الموضوع وقال أنه كمواطن ألماني أو كسياسي أو أيضا كإنسان مدني فإنه على الأقل مع عودة فرض يعني خدمة عامة وأنه كان من الخطأ أنه تم إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية قبل 11 عاما الموضوع التالي الآن هام جدا وأخيرا تم تفعيل خدمة السيل برودكاست في ألمانيا للتحذير من كل الأشياء سواء كوارث طبيعية أشياء أخرى قبل فترة كان في عنا أيضا يوم تجريبي للإنزار على مستوى ألمانيا كافة معظم الناس أجد رسالة على الهواتف عن طريق السيل برودكاست طبعا تم اختبار كل أنظمة الإنزار في ألمانيا سواء الصفارات الإنزار التقليدية أو على الآبات أو في التلفزيون أو في الراديو وأحد أهم الأشياء التي تم اختبارها أيضا السيل برودكاست بحيث أنه بتجينا رسالة بصوت عالي جدا على الهاتف حتى لو كان محطوط في وضع الصامت أو إذا كان يعني الصوت خفيف فمع ذلك بيجي صوت عالي جدا ورسالة تحذيرية مكتوبة على الهاتف في الآن هذه الخدمة تم تفعيلها في ألمانيا وأعلنت شركات الاتصالات الرئيسية الألمانية التي تملك الشبكات التليكم والتليفونيكا يعني الأوتو والفودافون طبعا الشبكات الرئيسية السلاسة أعلنت أنها وضعت جميع المحطات الهاتف الموبايل يعني في ألمانيا العددها ستة وعشرين الف وخمسمية الآن في حالة الخدمة لهذه الميزة الآن أصبحت مفاعلة في كل ألمانيا وهذا يعني أنه في الوقت القادم لا سمح الله إذا صارت أي شيء أي كارثة أي تحذير فممكن أنه تصل الآن لهواتفنا يتم تفعيل هذه الخدمة لم تقعد في مرحلة الطور التجريبي ممكن أن تصلنا هذه الرسالة ويجب أخذها طبعا على محمل الجد يعني إذا أي رسالة تحذيرية لازم نقراها نشوف ما هو التحذير حسب كل إنسان في كل منطقته مكان سكنه ممكن يعني الآن في الوقت القادم نشهد الآن عمل هذا النظام التحذيري الذي يعتبر أو تم اعتباره الأكثر فعالية لأنه يتم رساله إلى جميع الهواتف طبعا شفنا في الفترة التجربية عديد من الناس ما وصلتهم هذه الرسالة تحدثنا على الأسباب إما أجهزة هواتف قديمة جدا أو إذا وضعت طيران أو يعني بعض الأشياء نعم ولكن في الأحوال الطبيعية من المفترض أن يصل لكل إنسان رسالة تحذيرية إذا لا سامح الله في شيء جدي وهيكم كون عملنا جولة واسعة لهم المعلومات من ألمانيا تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته